ألغام هنا وهناك تنغص حياة السكان في العراق في بلداً يعتبر من أكثر دول العالم تلوثاً بحقول الألغام والمخلفات الحربية عدة حروب مرت على العراق آخرها العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ورغم تفرق الفترات الزمنية إلا أن خطر الألغام لا زال حاضراً مع تقاعس الحكومات المتعاقبة لا سيما منذ عام 2003 عن وضع خطة شاملة لإنهاء هذا القاتل الصامت المختبئ في أرض العراق وبحسب مرصد الألغام الأرضية في العراق فإن الشريطة الحدودية للبلاد مع عدة دول مجاولة يغص بالألغام ولا تخلق قرية أو منطقة منها يضاف إليها الألغام والعبوات والمقذوفات غير المتفجرة والموجودة في ضواحي المدن والمحافظات التي شملتها العمليات العسكرية ضد داعش ويرجع المرصد استمرار هذا الخطر إلى عدم استخدام سلطات الطرق العلمية والحديثة في معالجة خطر الألغام ما يعني استمرار السقوط المزيد من الضحايا تقول إحصائيات الأمم المتحدة بأن هذا الخطر يهدد شخصا من بين كل أربعة أشخاص في العراق ففي الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2021 قتل وأصيب أكثر من مائة طفل بسبب انفجار الألغام والمتفجرات ومع أعلان وزارة البيئة الحالية أن العراق سيكون خاليا من الألغام عام 2028 واستدراكها لاحقا بأن المشكلة معقدة بالفعل يبقى مصير أكثر من ثلاثة آلاف ومائتي كيلومتر أي ما يمثل مساحة ضعف مدينة كلندن معلقا دون حل بالرغم من موارد العراق النفطية وقدرته العسكرية في وقت تسخر السلطات الحكومية قواتها والميليشيات لأعمال أخرى ليس أولها قمع حرية التعبير في البلاد وليس آخرها التسبب بمجازر ضد السكان ترجمة نانسي قنقر